حدرتك أصلاً بحيثة في تاريخ الفن. مضبوط. ده في البداية خالص. وأكيد ده فادك في أنك بتكتبي حاجة عن التاريخ. نحن نسا ما تكلمنش عن اللي جوه الرواية. نحن نتكلم عن الفيوم. في عصور مختلفة أو في عصرين. والعصرين فيه فرق كبير جداً من بينهم. فادك في إيه عملك كبحيثة في تاريخ الفن. في كتابتك. في المصادر اللي رجعت لها. في كل المعلومات اللي سغتيها بطريقة درامية لطيفة. في الرواية بتاعت حضرتك. أنا روايتي أو في العموم روايتي. دايماً بيبقى فيها تاريخ فن. دايماً بيبقى فيها لوحة. بيبقى فيها فن تشكيلي. بيلهمني أكتر. وبتخذ منه طرق وأفكار جديدة للإبداع. في الرواية المتعددة كانت كلها كده. وكانت الرواية بتاعت أنت تشرك أنت تديق بقى عن وجوه الفيوم. وجوه الفيوم أو مميوات الفيوم هي أول رسم ذاتي. في تاريخ البشرية. بمقاييس الحديثة. اللي حنقدر نقول عليه دا برويت ري. زي اللي بيترسمه دلوقتي للوجهة. فطبعاً داي جذبني قوي. كنت قريت عنها وبحثت عنها. وكنت متابعة كل التفاصيل بتكتب عنها أول بأول. ولقيت أن الموضوع مش بس. أنا كنت كتبة في البداية مقال عنها. وبعدين كتبت قلت لا محتاجة أكتر من مقال محتاجة بحث. وبعد البحث قلت لا جهية محتاجة أكتر من بعض. هي محتاجة رواية وأكتر كمان من رواية. أوكي. دا حقيقي فعلا. حضرتك كمان عندك حبكة درامية لطيفة جدا. ويمكن عجبت جدا القراء. ويمكن دي كانت من ضمن الأسباب اللي خالت الرواية نهاية تفوز بجائزة. وهي المزج ما بين الماضي والحاضر بكل سلاسة. حضرتك مذكتي ما بين عصرين بعيد عن بعض جدا. يعني فرق ما بينهم كبير. إزاي قدرتي أنك تعملي نوع دا من المزج دا بالسلاسة دي. التقنية دي أنا بحبها قوي. اللي هو أنك بتكتبيه في زمانين. أنا بيقولوا أن أنا بكتف في التاريخ. برغم أنا رواياتي بتجمع ما بين الحاضر والماضي. مهتم أعمالي كده. الكتابة في الحاضر بتمنحني مرونة. الكتابة التاريخية بتبقى شوية كتابة جفة. لأنك أنت مقيدة بموضوعات معينة. بحقائق معينة. ما فيش تزييف يعني. لو فيه بيبقى في حدود. فبهرب من كده أن أنا أكتب في الحاضر. لأن الحاضر بتبديعي بيه زي منش عايزة. فيه مساحة بقى للخيال أكثر. بتقدري تعبري بقى عن نفسك. بتعبري عن مجتمعك. أنا ما أقدرش أن أنا أبقى لستيكت حاجة بس في الماضي. ما أقدرش أعبر عن قضايا المجتمع. يعني أنا ككاتبة وعيش في هذا العصر. فأكيد لازم دوري كتب أنه يعبر عن قضايا مجتمعه. فمش ما أقول لو حكت في التاريخ بس رواية تاريخية بس. عن حبقة زمنية معينة. فأكيد مش هقدر أعبر عن أنا عيشها دلوقت. ما عندكش المساحة اللي تقدر يتعبري بها براحتك أو الخيال اللي تقدر يتحطيه أو تدفيه على الحقيقة. وده عنصر جذب آخر للقارق. يعني هو بيجذب القارق أنه هو بيبقى ما بين زمان ودلوقت. وبيبقى دايما فيه أنا بعمل إسقاط كمان من اللي نحن بنعيشه دلوقت على الماضي. فبيبقى القارق بيقرأ وبيقول. ويعني مثلا في رواية أنت تشرك أنت تزيق. هي كانت بتبحث عن وجول الفيوم. بتبحث عن قصصهم. عن طرق رسمهم. عن القدر رسمهم. عن حاجات كثير. فبننتقل بعد كده للحقبة التاريخية. وبنلاقي الأبطال نفسهم. اللي هم الأشخاص بتوع وجول الفيوم. اللي هي بتبحث عنهم. متجزدين قدامنا. بيعبروا. بيكلموا. فالانتقال ده يعني. حدرتك واضح أنك بتجي دي متعة كمان في الانتقال. ملتبوط. ما بين الفترات التاريخية المختلفة. ملتبوط. طيب خلينا نتكلم عن المرأة المصرية. وحدرتك أشارتي للمرأة المصرية وقوة المرأة المصرية. من خلال المرأة المصرية الإغريقية. اللي تزوجت من الإمبراطور. كلميني شوية عن الكلام عن المرأة المصرية. وعن قوة المرأة المصرية. هي مرأة المصرية. يعني هي متأغرقة يعني نصفها مصري ونصفها إغريقي دي اسمها سيرينا 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 قومت زي ما بطلة العمل في الحاضر اللي هي رانيم قومت برضو المرأة عندي دايما في أعمالي كلها بشكل عام بتقاوم وبتكافح هي المرأة بتقاوم كل الوقت وبيبقى ليها هدف دايما عايزة توصل ده طبعا يعني أنا بمثل ده في المرأة يعني المرأة حتى مهما كانت بتبين إنها هي ضعيفة مغلوبة على أمرها لا حول لها ولا قوة بس بيبقى في نقاط قوة في شخصية زي مثلا في الرواية من أحد شخصيات الرواية المهمة برضو اللي هي أم رانيم هي بتبدو إن هي سيدة مغلوبة على أمرها ضعيفة ما قدرتش تواجه المجتمع أو الحياة إنما في الباطن أو اللي بيقرأ الشخصية قوي وبيفهمها بيعرف إن بالعكس هي يمكن تكون من أقوى شخصيات الرواية